اهلا بكم الى هذه النشرة من ليبل احرار انا بلدخيل حيكم وليكم مبرز العنوين في لقاءات مع مسؤولين السياسيين وامنيين بترابلوس باتيليو طالب باستكمال قواني الانتخابات ومعالجة نقاط الخلاف عقب وصفها من قبل البرلماني بالموازية المنفي مع تكالا ودبيبة والكبير يدعون لجنة المالية العليا الى سرعة انجاز مهمها القضاء الامريكي يرفض طلب محام حفتر باسقاط قضايا اوسر الضحايا والغاية اي اجراءات تعيق النظر في القضية مرحبا بكم قال المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي انه اتفق مع النائب بالمجلس الرياسي عبدالله على الحاجة الملحة لوضع الصيغة النهائية لقواني الانتخابات ومعالجة القضايا الخلافية عبر حوار شامل اعتبر باتيلي في منشور على منصة ايكس ان هذا الامر سيمكن البلاد من المضي نحو الانتخابات واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات كما جدد المبعوث الاممي تأكيدا على مسئولية القادة الليبيين عن المشاركة في عملية المصالحة الوطنية مبدئا استعداد الاممتحدة لدعم جهود المجلس الرياسي في هذه الخطوة هذا واناقش المبعوث الاممي الى ليبيا عبدالله باتيلي مع وزير داخلية المكلف عماد ترابلس الوضع الامنية وجهود المحافظة على الاستقرار اضحت البعثة الاممية في بيان اللهان اللقاء تطرق الى همية اشراك مختلف المؤسسات والقيادات الامنية من اجل انجاز انتخابات سلمية ونقلت البعث عن باتيلي تأكيده خلال لقائه الترابلس همية يتحل القادة للسياسيون والامنيون بروح المصالحة الوطنية معربا عن قلقه بشان الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين بحسب البيان ليس لادراج اي جديد على اجندات الازمة السياسية بل للتأكيد على ما ذكر سابقا البعثة الاممية تجمل جميع الملفات في لقاءات يوم واحد ومن العاصمة ترابلس كما في كل مرة الانتخابات على رأس الاولويات ما هو ملحنا الان الوصول الى الصيغة النهائية للقوانين الانتخابية العنوان الاول للقاء المبعوث الاممي مع النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي اعتبر باتيلي ان الوصول الى هذا الامر سيكون عبر حوار سياسي شامل وهو ضرورة للوصول الى الانتخابات امتغي بالمصالحة الوطنية عن اللقاء وجدد المبعوث الاممي التأكيد على مسئوليته القادة الليبيين عن المشاركة فيها واستعداد البعثة الاممية لدعم الرئاسي في هذه الجهود شمولية التوافقات من اجل انتخابات سليمة لا تقتصر على الاطراف السياسية فحسب بل على القادة الامنيين ايضا اسمع باتيلي ذلك لوزير الداخلية المكلف عماد الترابلسي في لقاء تناول الوضع الامنية في البلاد قال باتيلي انه عبر عن قلقه للترابلسي بشأن ما وصفه الانتهاكات المتزايدة لحقوق المواطنين تفاصيل اخرى للقاء اضافتها وزارة الداخلية قالت ان وزيرها ابلغ المبعوث الاممي استعداد الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على مستوى البلاد بالنسبة للبعثة الجانب السياسي مرتبط بالضرورة بالجانب الاقتصادي لذلك كان لابد من رسالة ما بعد اعلان النواب رفض اعمال اللجنة المالية التي يقودها الرئاسي وصف خلال لقائه محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ما تقوم به اللجنة بالعمل المهم شدد خلال اللقاء على دور المصرف المركزي في دعم النزاهة المالية وضماني تمويل الاولويات كما اكد ضرورة ضماني التوزيع العادل للارادات كان مجلس النواب اقر ميزانية جدلية لحكومته المكلفة تبلغ 86 مليار دينار كل يوم يمضي تتعدد فيه المسائل العالقة في كل بعد من ابعاد الازمة تحاول البعثة الاممية التداركة بعقد لقاءات متتالية التأكيد والتجديد واسماع الاطراف الرسائل المتكررة هل ستكفي لضبط مسار حل ضائع منذ سنوات وحول كل هذه اللقاءات التي يجريها المبعوث الاممي لليبي عبدالله باتيلي هنا في الاستوديو معنا الكاتب الصحفي سيد عبدالله الكبير أهلا بك معنا سيد الكبير مع استمرار باتيلي في عقد لقاته كما قلنا بعدد من الشخصيات كيف يمكن دعنا نقول تقييم عمل باتيلي من حيث هذا النهج باتيلي لا يجد أي سبيل آخر لفرض رؤيته التي أعلن عنها في فبراير الماضي وهي تشكيل لجنة توجهية عليا تتولى موضوع الانتخابات لو اتخذ هذا المسار أعتقد أننا وصلنا إلى قوانين انتخابية سيفرضها المجتمع الدولي على الجميع باتيلي يلتقي بكل الأطراف اللقاءات تعددت دون أي تقدم ماذا يعني هذا يعني أن لا أحد من الأطراف يريد أن يتنازل القضايا الخلافية الأساسية في الانتخابات الكل متمسك بموقفه لا أحد يريد أن يتنازل هو يحاول إقناعهم يعني أيضا أن الأطراف الدولية قد فترت وإلا لكانت قد سعدت باتيلي بالضغط على هذه الأطراف لقبول ما يطرحه باتيلي من توافق على القوانين التي أنتجتها لجنة ستة زائد ستة دائما ينادي كل الأطراف الرئيسية وهو يقصد هنا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة ومعسكر حفتر يريدهم أن يلتقوا إما بشكل مباشر أو عن طريق من ينوب عنهم للتوافق على قوانين انتخابات فشل حتى الآن في هذه المهمة ولا يجد أي طريق آخر غير هذا الطريق لرفض ذات الأطراف الجلوس على طاولة واحدة أم ربما هناك تعقيدة أخرى لا رفض الأطراف الجلوس على طاولة واحدة لأن الأطراف لم تبدي أي رغبة في تقديم أي تنازلات وإلا لكان هذا اللقاء متاح حتى عن طريق مندوبين أيضا ما يجعل الأطراف تحجم عن هذه الخطوة أن هذه الخطوة إذا فشلت سيكون باتيلي مضطر إلى إشراك أطراف أخرى من خارج مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية أعني النواب ونشاطان المجتمع المدني الشخصيات الفاعلة على الأرض ومن ثم هذه اللقاءات لن تثمر شيئا طالما الموقف الدولي يبدو فاترا تجاه الانتخابات وبالتالي دوامة التعقيدات إن سميناها كذلك سيد الكبير سيظل يتحرك فيها باتيلي في كل مرة بذات السلوك أم ربما يحدث تغير ويغير من خطط تعطيه مع الحالة في ظل هذه التعقيدات التي نتحدث عنها الآن لا لن يحدث أي تغير الخطوة المقبلة لضعفه هو؟ نعم لضعف باتيلي في عدم قدرة على إنتاج مقاربة أم طبيعة المشهد محليا وخارجيا؟ لا ليس لضعف باتيلي وليس حتى لطبيعة المشهد المشهد مهيئ يعني ليست هناك اضطرابات ما زال الأمن مستقر إلى حد ما على الأقل في المنطقة الغربية لكن المعضلة الأساسية بالنسبة لباتيلي لا يجد دعم قوي لا يجد دعم دولي قوي لديه دعم واشنطن يقولها نورلن صراحة حتى اللي قال اللي كنت تتحدث عنه قبل قليل سيد الكبير قال بأنه نحن نؤيد وندعم ما يسعى له باتيلي ألا يبدو دعم واشنطن كافي حتى اللحظة أنه غير حقيقي وغير جالي لا هذا دعم شكلي دعم صوري الدعم الحقيقي كما رأينا واشنطن عندما كانت ستيفاني ويليامز مبعوثة أممية وسعت إلى عقد ملتقى لقاء تونس جينيف وسعت إلى تشكيل حكومة تنفيذية ربما عجزت فقط عن إلزام اللجنة الدستورية بوضع قوانين انتخابية حينها كانت الدبلوماسية الترسانة الدبلوماسية الأمريكية تعمل بكل قوة ليس عن طريق نورلاند فحسب وإنما عن طريق شخصيات أخرى في وزارة الخارجية بالضغط على كل الأطراف للوصول إلى هذه النتيجة هذا السلاح يفتقده باتيلي حتى خطاب نورلاند فترة عن ما رأيناه في الشهور الماضية الشهور الأخيرة لاحظنا فتور تراجع الاهتمام بالملف الليبي أمام تطورات في المنطقة ما حصل في منطقة الساحل في النيجر والتطورات في المشهد السوداني كلها جعلت ليبيا تتراجع في سلم الأولويات الخطوة المقبلة لباتيلي أعتقد أنه يعمل عليها الآن هو جمع رئيس المجلس الأعلى للدولة سيد محمد تكالى مع رئيس مجلس النواب عسى هذه الخطوة تقرب من وجهات النظر بين الطرفين ويتجاوزان الخلافات والعقبات التي وقفت أمام القوانين الانتخابية التي أنتجتها لجنة 6 زائد 6 ممدى قبول النواب بأي مسار يريد باتيلي سياغة الأهل يبدو هناك خلاف دعنا نقول فيما يتعلق باللجنة المالية باتيلي يعتبره عمل مهم مجلس النواب يرفض أعمال اللجنة المالية التي يقودها الرئاسي ألا يشير ذلك إلى بداية الصدام مع مسألة المبعوث الأممي القول أيضا أن باتيلي ليس مخول بتشكيل أي لجان بالضبط ما الذي دفع مجلس النواب إلى القول أن باتيلي هذه قالها عقيلة صراحة أن باتيلي ليس وصيا على ليبيا وليس من صلاحياته تشكيل لجنة توجيهية عليا لأن هناك فتور في الموقف الدولي لو الموقف الدولي قوي كان في اليوم التالي يتصل بعقيلة ولربما يصل الأمر إلى حد التوبيخ خاصة من الأمريكان ما يقوله باتيلي عن اللجنة المالية العليا هو دعم للجنة المالية العليا اللقاء الذي أجراه لمنفي وجمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس الأعلى للدولة هو دعم لمنفي إزاء الموقف الأخير لمجلس النواب الذي أطاح باللجنة المالية ومنح ميزانية لحكومة حمد كل هذه الفوضى وكل هذه الأحداث التي نراها كلها تعكس تراجع الدعم الدولي لحل الأزمة الليبية ليس هناك أي تقدم على صعيد الأزمة الليبية من خلال الموقف الدولي بالنسبة لباتيلي في تقديري انتهت مهمته يعني لن يحقق أي تقدم في الأزمة الليبية طالما الموقف الدولي بقي في وضعه الراهن ستنتهي مهمته سيتم التجديد له لأنه التوافق على مبعوث أمم جديد أمر عسير جدا في ظل الخلافات الدولية حول ليبيا وبالتالي سيبقى المشهد في اعتقادي في هذه الحالة التي نراها الآن وقت طويل شكرا جزيلا لك سيد عبدالله الكبير الكاتب والصحفي كنت ضيفنا هنا في الستوديو شكرا جزيلا لك طلب رئيس المجلسين الرئاسي والعلى للدولة إلى جانب رئيسي حكومة الوحدة ومحافظ مصرفي بمركزي طلبوا اللجنة المالية العليا بمواصلة أعمالها ووصولا إلى عملية التوزيع العادي للموارد المالية يأتي ذلك بعد أيام من وصف مجلس النواب اللجنة المالية العليا بالموازية واعتبار أي وجه صرف صادر عنها خرقا لقوانين الدولة بعد أكثر من شهرين على إنشائها واجتماعات جابت أربع مدن مختلفة اللجنة المالية العليا تجد نفسها محور الخلافات التي أتت لحلها تصعيد الموقف بدأ من إنهاء اللجنة المالية عضوية نائب المحافظ بسبب تغيوبه عن جلساتها بعد سقلته بحجة عدم قانونية إنشائها كما قال إضافة إلى اعتراض أربعة أعضاء آخرين على بياناتها الأخيرة لتنتهي موجة الاعتراضات برفض النواب للجنة ومخرجاتها التي ستكون إهدارا للمال العام ومخالفة للقانون وفق النواب ودون الرد على هذه الاعتراضات أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته رئيس اللجنة في اجتماع ربعي مع محمد تكالة وعبد الحميد تبيبة والصديق الكبير أكدوا جميعا دعم اللجنة دعين إياها إلى إنجاز أعمالها وصولا إلى عملية التوزيع العادل للموارد المالية موقف أكدته اللجنة المالية العليا بنفسها بعد اجتماعها الأخير بمدينة سبهة معتبرة أن أي تغيوب لأكثر من الشماعين متتاليين سيجعل صاحبه في حكم المستقيل دعية كل المؤسسات إلى مخاطبتها وتقديم طلباتها أما من سمتهم المشككين فطالبتهم اللجنة باللجوء إلى الدائرة الدستورية للطعن أمامها ولا تقتصر المخاوف على مصير اللجنة ونجاحها في تحديد آليات الإنفاق الحكومي والشفافية بعد تكليف فريق لذلك بل تزداد المخاوف من أن تنتقل عدوى الخلافات إلى مصرف ليبيا المركز مجددا الذي ما انتوحد حتى منح النواب حكومة حماد ميزانية ضخمة رغم قرب انقضاء العام الجاري ليبقى المصرف المركزي الذي لم يرد على ميزانية حماد أمام نارين تجاهلهما حتى الآن أما اللجنة المالية التي تضم ثمانية عشر عضوا يمثلون كل الأطراف مع السبعاد نائب المحافظ فما زالت تصر على أعمالها وتضع الدعم الدولية لها أمام رفض مجلس النواب خاصة مع سمرار الدعوات الدولية إلى وضع آليات تضمن توزيع عائدات البلاد توزيعا عادلة انشقاقات داخلية في اللجنة المالية العليا يقبلها الموقف المعلن من مجلس النواب الذي اعتبر أي أوجه صرف من أي رجال بمثابة إهدار للمال العام وتجاوز للقانون المالي للدولة بحسب النواب هذا الواقع يزيد من الشكوك حول إمكانية توحيد المؤسسات المالية وأوجه الصرف بالدولة في ظل تأكيد اللجنة النائية بأعمالها عن التجاذبات السياسية والاستقطابات المزيد مع محمد زينوبة مع تصاعد الخلافات بين القوى السياسية حول صرف وتوزيع إرادات النفط والتهديد بحجز أموال النفط واللجوء أيضا إلى القضاء لتعيين حارس قضائي على عائدة النفط جاء الإعلان عن تشكيل لجنة مالية عليا في مطلع يوليو الماضي أعلن المجلس الرئاسي تأسيس لجنة مالية عليا تعمل على تحقيق الشفافية والإفصاح عن الإرادات وتوحيد المؤسسات مع التأكيد على تحييد المال العام عن الصراعات بما يخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات اللجنة ترأسها محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي فيما ينبعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن اقدارة إضافة لستة عشر عضوا آخرين هذه التركيبة شملت ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية ومجلسي النواب والدولة إضافة لممثلين عن حفتر ومصر في ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية سرط استضافت أولى اجتماعات اللجنة وتركزت على مناقشة آليات تنفيذ قرار تنظيم الانفاق العام وتعزيز الشفافية فيما توالت الاجتماعات بين مصراتا والعاصمة رابلس وبنغازي وأخيرا في سبه وفي الثاني والعشرين من أغسطس الماضي وأمام مجلس الأمن دعا المبعوث الأممي عبدالله باتين للجنة إلى تحويل النقاشات لإجراءات على الأرض حتى تتحقق الشفافية والمساءلة والإنصاف في نفقات الدولة ودون سابق إنذار أعلن نائب محافظ المصر في المركزي وعضو اللجنة مرعي البرعس استقالته معتبرا اللجنة تشكلت بالمخالفة للقوانين والاتفاق السياسي كما أعلن أربعة أعضاء آخرين رفضهم لبيانات اللجنة واتفاقاتها قائلين إنها احتمدت دون علمهم هذه الأحداث كشفت حجم الخلافات المحلية حول اللجنة المالية وشككت في مدى قدرتها على الوصول إلى تسوية للمعضلة المالية رغم أن تأسيسها حصل على دعم دولي خصوصا من الأمم المتحدة وواشنطن اللجنة لم تلتفت للانشقاقات الداخلية وأكدت استمرارها في عملها واختتمت آخر اجتماعاتها في مدينة سبع بعدد من القرارات أبرزها احتماد نموذج للإفصاح المالي وتكليف لجنة لإعداد الأسس والمعايير للميزانية الموحدة إضافة إلى إقالة البرعس من عضويتها يخشى مراقبون أن تتسبب هذه الخلافات والاستقالات في العودة بالمشهد إلى المربع الأول وتنهي التوافق المرجو والذي كان هو أساس تشكيل هذه اللجنة أكد رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش رفض محكمة فيرجينيا طلب محامي خليفة حفتر يوم الجمعة بإسقاط قضايا أسر الضحايا الليبيين بحجة أن مقاضاته تعرض المؤسسة العسكرية ليبشاي أسرار الدولة وقال عميش لليبي الأحرار أن القضية بل القاضية ليونانا برينكما ألقت طلب محامي حفتر والتنبيه على إلغاء أي عقبات أخرى وإجراءات قانونية تؤخر مثول المتهم خليفة حفتر أمام المحكمة الأمريكية لمقاضاته في أقرب فرصة ممكنة وقد اتفق المحامون من الطرفين على تحديد المواعيد الزمنية الإسرعي في الأعداد للمحاكمة النهائية خلال الأسابيع القادمة يذكر أن التحالف الليبي الأمريكي أكد قيامه برفع قضية أخرى في يوليو الماضي ضد حفتر ورئيس فاغنر في المحكمة الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية واشنطن لتحميل المشاركة في جرائم فاغنر البشعة ضد المدنيين في الاعتداء على العاصمة ترابلوس في العام 2019 في سياق نادي صلة فاد شاهد عيان ليبي الأحرار باستمرار كتيبة طارق بن زيادة تابعة لحفتر بعملية الاعتقال وهد ممتلكات ومباني أفراد قبيلة الإجدادفة في مدينة السرط وبهادي والغربيات وجارف وإغلاق المدارس والمستشفيات وتشهد المدينة انتشاراً أمنياً مكثفاً منذ أيام عدة إلى ذلك وثقت منظمة رصد الجرائم في ليبيا قيام كتيبة طارق بن زيادة تابعة لحفتر بهدم منزل المواطن اسمه خالد جويبر القذافي بمدينة السرط بعد أسبوع من قيامها بالاستلاء عليها عقب ظهور صاحبه في صور مؤخراً مع سيف الإسلام القذافي وضفت المنظمة أن خدمات الانترنت قد قطعت عن مدينة السرط منذ صباح الخميس مما يحيم السكان من التواصل مع العالم الخارجي معبرة عن قلقها من الاشتباكات المستمرة في سرط بما في ذلك حملة الاعتقالات التصفية منذ أواخر أغسطس الماضي أمر النائب العام بحبس رئيس سابق لمجلس إدارة مركز الدراسات الاجتماعية والقائم بأعبال المراقب المالي بالمركز أوضح مكتب النائب العام أن أحد المتهمين استولى على قاعدة بيانات ثمانمائة وخمسين ألف عائلة للضغط على الإدارة كي ترشحه لمنصب ملحق ثقافي في الباثة الدبلوماسية لدى جمهورية مصر بينما استولى المتهم الآخر على ستمائة وخمسين ألف دينار من أموال المركز باستعمال وثائق رسمية مزورة لينتهي المحقق إلى حبسهما على ذمة التحقيق أعلنت وزارة الداخلية فك وإزالة المحطة الثلاثين المغذية لمصنع العملة الرقمية البيتكوين الذي قفل المدة الماضية بزليتن أوضحت الوزارة في بيان اللهن عملية إزالة المحطة جرت عبر فنهي الشركة العامة للكهرباء وبمساعدة فرع الشرطة الكهربائية زليتن بناء على تعليمات مكتب النائب العام أعلنت هيئة السلامة الوطنية فرع المنطقة الغربية لعثور على قذيفة دبابات بمزرعة أحد المواطنين جنوب مدينة سرمان وقالت الهيئة أن فريق إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات قام بإزالة القذيفة ونقلها إلى مكان التخزين تمهيدا لإطلافها في وقت لاحق بحسب منشور لهيئة السلامة الوطنية أكد وزير العمل والتهيل على العابد أن حكومة الوحدة تعتزم رعاية اجتماع فني لوزراء العمل لأعضاء دول تجمع دول الساحل والصحراء في شهر نوفمبر المقبل وفق لوزارة العمل أضاف العابد خلال لقائه لهمين التنفيذي للتجمع أن الهدف من الاجتماع هو الدراسة مشاكل العمل في هذه الدول وعضي حلول لها للقضايا على ظاهرات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة قالت الشركة العمل المياهي والصرف الصحية أن فرق الطوارئ تواصل عملها لليوم الثالث لفك المختنقات المائية في عدة مدن بالبلاد وضحت الشركة عبر حسابها في فيسبوك أن أعمال الشفط مستمرة في ترابلس والزايا والعجلات وسرمان حيث أدى هطول الأمطار إلى إعاقة حركة السيد في بعض الشوارع والأحيا بسبب غمرها بالمياه أكد وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل همية متابعة يوضع المهاجرين داخل مراكز الإيواء وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم إلى حين ترحيلهم طوعا إلى بلدانهم جاء ذلك خلال لقائهم مع رئيس اللجنة العليا لمكافحة الهجرة نوري شراط الخميس اتفقوا فيها على تعزيز التعاون بين الجهتين ووضع الخطط اللازمة لمتابعة الأوضاع الصحية للمهاجرين والأجانب أعلنت المؤسسة الوطنية لنفطق اعتفاقية مع الشركة الإيطالية لصيانة وتجهيز مستشفى جلو للطوارئ وتضمنت الاتفاقية تجهيز غرفتي العمليات والاستفاق وصيانة المعدات الطبية وتدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة بالإضافة إلى توفير سيارتي إسعاف كما ستشمل الاتفاقية توريد أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية بالإضافة لإنشاء مبنى إداري ومباني خدمية وإجراء صيانات كهربائية ولإجراءات السلامة والتعقيم يواجه الأشخاص ذو الإعاقة مشاكل متعددة تتعلق بسيرهم في الشوارع وعبورهم الطرقات وتجولهم في الأسواق نتيجة عدم وجود مسارات مخصصة لهم باسم القراضي وهو رئيس منظمة زينة الزكيم لذو الإعاقة يروي معاناتهم اليومية في سياق هذا التقرير حين تنوي الخروج من بيتك والذهاب إلى عملك أو دراستك أو حتى للتسوق ماذا ستفعل؟ هذا ما يسأله الأشخاص ذو الإعاقة يوميا في أغلب مناطق البلاد نتيجة عدم وجود مسارات تراعي حركتهم هنا يحاول الشاب باسم القراضي السير على الرصيف لكنه يواجه صعوبة فالفتحات المخصصة للكرازي المتحركة غير متوفرة وهنا يحاول الشاب نفسه عبور الطريق ولكن دون جدوى عندنا إشكالية كبيرة في المدارس في الجهات العامة كذلك جل المؤسسات الحكومية سواء العامة أو الخاصة غير مهيئة لإمكانية وصول أشخاص ذو إعاقة وهذه إشكالية كبيرة تواجهة أشخاص ذو إعاقة اللي حدد حتى من فرص اندماجهم في المجتمع وإنه ممكن يطلعوا يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي زيهم زي غيرهم للأسف هذه معناها كبيرة يواجهوها بشكل يومي القراضي وهو رئيس منظمة زيكم زينة لذوي الإعاقة ناشد الجهات المسؤولة عن التخطيط العمراني في الدولة وأصحاب المحال والمراكز التجارية والخدمية والصحية ضرورة تسهيل حركة الكراسي المتحركة إضافة إلى تخصيص ممرات سير خاصة بهم ومواقف لسيارتهم نطالبوا كل الجهات ذات الاختصاص أن يتم تنفيذ كل التشريعات الموجودة سواء الدولية أو الوطنية وتتسر وتتهيأ البيئة للأشخاص الضعاقة باش يعيشوا زيهم زي غيرهم يعني على قدم مسواة مع غير ورغم استمرار أعمال توسيعة الطرقات في عدة مناطق وصيانة وافتتاح حدائق ترفيهية متعددة فإن شريحة أخرى من المجتمع تطالب بحقها في الحركة والتسوق وإنهاء معاناتها المستمرة منذ عقود ختم النشرة إلى العنوين في لقاءات مع مسلولنا سياسيين وأمنين بطرابلوس باتيلي يطالبوا باستكمال قوانين الانتخابات ومعالجة نقاط الخلاف عقب وصفها من قبل البرلمان بالموازية المنفي مع تكالة ودبيبة والكبير يدعون اللجنة المالية العليا إلى سرعة إنجاز مهمية القضاء الأمريكي يرفض طلب محامي حفتر بإسقاط قضايا وصل الضحايا لبينا وإلغاية إجراءات تعيق النظر في القضية المزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت بحرادو تيفي وبقية منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي دمدوا بالخير موسيقى